موسيقى مساء الخير وجهة الخبر عكار بسكانها الاصليين بلاجئيها السوريين ومخيماتها وخطوط تماسها وضحاياها واستنفار الجيش في مناطقها قتيلتان وعدد من الجرحة هم حصيلة توتر الساعات الماضية وفيما سقطت مواطنة في اجتباك مسلح داخل الاراضي السورية في اطلاق قبائف على بلدة العماير اللبنانية المواجهة لسوريا لفت بيان الجيش اللبناني الى ان الحادث الثاني ناجم عن انفجار جسم مشتبه فيه بالهيشي ما ادى الى مقتل طفلة واصابة عدد من افراد اسرتها بجروح وقد احضر خبير عسكري مختص الى المكان لكشف الملابسات وهذا قد يقود الى استنتاجات اخرى تتخطى القصف المباشر لتضيئ على مسائل متصلة بالسلاح وتحضيراته شمالا وفي هذا الاطار قالت مصادر امنية رفيعة المستوى للجديد ان من المؤكد حيازة افراد في الهيشي على شيء ما بين ايديهم وان من المحسوم ايضا ان القتيلة والمصابين لم يستهدفوا بقذيفة هاون عبر الحدود على غرار القصف الصباحي وان التحقيق جار لازالة هذه الملابسات الجيش عزز قواه المنتشرة في المنطقة التي وضعت في حال استنفار قصوى واتخذت تدابير الميدانية اللازمة لمعالجة اي خرق للحدود من اي جهة وبالوسائل المناسبة كما اكد بيان مديرية التوجيه الضحايا في عكار والاستنكار في مجدليون حيث رأى الرئيس فؤاد السانيورا في الاوضاع الامنية المتوترة منفذا لتجديد المطالبة بحكومة انقاذ قبل ان يقع الندم واختتم السانيورا مرافعته الحادة بعبارة عاشت صيدة وفي اللحظة نفسها كانت صيدة تعيش على تطورات جديدة باستقدام احمد الاسير بيوتا جاهزة للاقامة فيها على الطريق المقتطع عنوى والحال الاسيرية النافرة بدأت منذ الامس حربا على المؤسسة العسكرية عبر استفزاز ارفع ضباطها وتوجيه الكلام النابي اليهم والجديد اذ تمتلك تسجيلات عن هذه الاهانات فانها تمتنع عن بثها نظرا الى سوء لسان المتلفظ بها وسقوطه الى درك لا يليق بشيوخ ولا بشاشات التلفزة وهي تسجيلات قد تنفع فقط في اثناء التحقيقات القضائية مع الاسير اذا ما قررت الدولة معاملته كقاطع طرق وداعية فتنة بالجرم المشهود لكن هناك في صيدة ومجد اليون تحديدا من لم يرفع خيمته عن الاسير فيما انصرفت الاهتمامات في دارة النائب بهي الحريري الى الاحتفال بالذكرى السنوية الاولى لتأليف الحكومة غاب عن الاحتفال الرئيس المهاجر سعد الحريري الذي اعتذر الى محازبيه ومريديه عن عدم الحضور الى لبنان نهائيا وفي تشرين كلام اخر وذلك بعدما دهمته الصيفية وشهر رمضان وعلم ان الحريري سوف يمضي الشهر الفضيل على يخته بين موناكو وسردينيا ترجمة نانسي قنقر